في الحقيقة هناك الكثير من هذه القصص التي فعلا تفطر القلب أحد المعارف حتى ممن أعرفهم كان يسكن أيضا في مدينة هاتاي كان قد وصل إلى اسطنبول بعد انتظار أكثر من سبعة أيام وهو يحاول البحث عن أهله ولكن خرج كل أهله وقد توف وعندما جاء يوم واحد فقط بقي وهو يقول أنا لماذا تركني ربي أهلي كلهم ذهبوا ويدعوا ربه بالفعل مساء الأمس قد وافته المنية أيضا إذن هذا هو حال الكثير من الناس الحسرة الألم وبالتالي لم يبقى لهم شيء هذا كله سوف يكون بالفعل له ارتدادات لاحقة ولكن لا يمكن لأحد أن يفعل شيء هذا هو القدر وهذا هو الزلزال وهذه هي الكارثة الطبيعية وبالتالي الألم لا يمكن أن ينتهي هنا في أضنى أيضا بعد الانتهاء من أحد الأبنية التي انتهى إزالة الركام بها نجد العوائل هنا تجلس وفقط تتحسر وتتكلم على أطلال هذه المنازل يبدو أنه لم يبقى لهم سوى الأطلال الكثير من هذه الأبنية التي نجدها ما زالت واقفة في بعض الأحياء هي مصيرها أيضا الزوال وبالتالي كلهم يعانون يعني كلهم من لم يفقد حبيبا أو غاليا فقد كل ما يملك وكل ما لديه في هذا المكان ولكن نتحدث عن من فقدوا منازلهم كيف يبدو الوضع في مخيمات وفي خيم الإيواء كيف يبدو الوضع في المساكن المؤقتة هل تم تأمين كل احتياجات الناس نعلم أن البرد شديد أن الحاجة لكل شيء يعني هم فقدوا منازلهم هم فقدوا كل شيء يملكونه هل تم تأمين هذه المراكز الحقيقة أن هذه المراكز بالنسبة للمواد الغذائية والكساء وأيضا بعض المواد الأساسية كالدواء ومستلزمات الأطفال هي موجودة كلها في هذه الأماكن التي يعني جهزت لإيواء هؤلاء النازحين من منازلهم ولكن يبقى موضوع بعض الخدمات العامة التي يعني يحتاجها كل الناس هناك بعض السيارات المتنقلة التي يمكن أن تقدم خدمات عامة كالحمام وغسل الثياب وغير ذلك إضافة إلى أن هذه الأماكن التي يعني تشاد في الولايات تشاد ضمن ملاعب لكرة القدم أو بجانب أو في ساحات عامة بحيث تكون بعيدة عن الأبنية المهددة بيئة الانهيار وأيضا يكون هناك بعض المساجد وبعض الخدمات العامة في الساحات إلا أن هذا الأمر يعني بالتأكيد لا يكفي أحد الأعداد كبيرة في هذه الخيام وبالتالي الخدمات قليلة جدا بالنسبة لهذه الأعداد ما خلى موضوع الطعام والشراب طبعا وموضوع التدفئة إلى حد ما هذا على الأقل هنا عندي في الولاية هناك بعض الولايات الأخرى التي يعني ما زال العمل مستمر بها وأيضا الولايات الشمالية ما زالت حملات المناصرة مستمرة هناك الكثير من المواد الاستهلاكية بالتالي سوف يعاد إلى الحاجة لها ما بين الفينة والأخرى وبالتالي حملات المساعدة يجب أن تبقى باستمرار وحملات توريد هذه المواد باتجاه هذه المخيمات يجب أن تبقى مستمرة توافرها لمدة أيام الآن لا يعني أنها سوف تتوافر لباقي الأيام الناس في المخيمات هذه يعني كلها تنتظر أي خبر من البلدية لمعرفة مصير منازلهم هل يعود إليها أم لا حتى لو توافرت كل المستلزمات العيش في خيمة صعب في ظل هذا الطقس ولو كان الطقس أفضل العيش في خيمة لا يمكن الاستمرار به والعودة إلى المنازل أيضا مستحيلة في الوقت الراهن ماذا عن خطة الإيواء البديلة متى يتوقع أن يتم نقل هؤلاء إلى بيوت يمكن أن ينتقلوا إليها ويعيشوا فيها يعني الحقيقة أن الحديث يجري عن إعداد منازل متنقلة يعني سوف يتم استقدامها إلى هذه الأماكن أو إلى مراكز الإيواء وأيضا كان هناك يعني بعض التصريحات من بعض المسؤولين بأن في كهرمان مرعش على سبيل المثال أن هناك ألفين منزل مسبقي الصنع سوف يتم استخدامهم في الفترة القادمة ولكن هذا الكلام يحتاج إلى شهرين لتطبيقه وبالتالي نحن أمام شهرين إلى ذلك أيضا هناك كمية كبيرة عشرة آلاف شاحنة من البيوت المتنقلة أيضا قدمتها قطر وأعلن عنها أيضا أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطابه وبالتالي هي أيضا سوف تجير إلى هذه الأماكن المتضررة كذلك هناك موضوع تأمين الفنادق وموضوع تأمين السكن الطلابي تم إخلاء السكن الطلابي بأغلب الجامعات أو كل الجامعات حتى في الولايات الشمالية والكثير أيضا من الدوائر هنا وبالتالي يتم أيضا محاولة تحويل عدد كبير من الناس إلى هذا السكن الباطوني الإسمنتي على صعيد آخر هناك الجميع ينتظر تقييمات البلدية لمنازلهم التي تعرضت للأضرار كثير من الناس الموجودة في الخيام هم ممن تعرضت منازلهم للضرر وليس ممن سقطت منازلهم ولكن لا يستطيعوا العودة إليها بأمر من البلدية وأيضا البعض هو لا يريد أصلا العودة إلى هذه المنازل بعد المشهد الذي شهده وحالة الرعب التي عاشها وبالتالي هناك عملية تقييم لهذه المنازل سوف تبدأ على الأقل بحسب التصريحات هي بدأت في بعض المناطق ولكن سوف تكون بشكل أكبر في بداية آذار حيث أعلن الرئيس التركي بأن إنهاء عملية البحث وإنهاء عملية إزالة الركام سوف تنتهي في آذار وبعدها سوف يبدأ بعملية إعادة الإعمار ترجمة نانسي قنقر